وَهَلْ بِدُنْيَا الْوَارَى عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ كَالْعِلْمِ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ مَوْلَانَا الْعِلْمُ يَحْفَظُ فِي الْهَيْجَاءِ حَامِلَهُ وَاللَّهُ يَرْفَعُهُ وَحِيًّا وَقُرْآنًا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين فعليه وعلى آله وصحبه الطيبين أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين مرحبا بكم في المحاضرة الثانية من هذا البرنامج القرآني المميز شرح متن الجزرية وضحنا في المحاضرة الماضية أن هذا البرنامج في كل محاضراته هكذا هو عبارة عن قسمين هكذا نظام المحاضرة القسم الأول من محاضراتنا دقيقة أو دقيقتان أو دقائق مع الدودة نأخذ شيئا من أداب حملات القرآن نحن نتعامل هنا مع القرآن الكريم فلابد أن نتحلى بأداب حملات القرآن فنأخذ شيئا من أدابهم عاسى الله أن يجعلنا منهم من كتاب التبيان للإمام النووي رحمه الله القسم الثاني نبدأ في شرح أديات الجزرية والتي تحوي علم التجويد التي بها معلومات تجويدية قيمة وقد بدأنا بفضل الله تعالى في المحاضرة الماضية شيئا منها نبدأ أولا في القسم الأول أداب حملة القرآن ومعنا أطراف من فضيلة هلاوة القرآن وحملة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأه يقرأ القرآن يعني وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران وهو يتعاهده أي له عهد مع القرآن الكريم له ورد لا يتركه هكذا هو حافظ له يحاول أن يحفظ يحاول أن يقرأ بالتجويد والأحكام يحاول أن يكون من الذين هم مع السفرة الكرام البررة يحاول جاهدا يجتهد لكن هو عليه شديد هل القرآن يحرمه من الأجر؟ لا بل له أجرا وأيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وفي رواية والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران إذن الفائدة والذي نستخرجه اليوم من أداب حملة القرآن أننا وإن كنا لا نستطيع أن نقرأ شيئا ونحاول ونجتهد وإن كانت قراءتنا إلى حد ما جيدة لكن هناك أخطاء فالقرآن لن يحرمنا من الأجر سنأخذ من القرآن أجرا إذن الذي يتعامل مع القرآن لا يخسر أبدا الذي يتعامل مع القرآن الكريم لا يخسر أبدا في الدنيا والآخر هذا أول شيء معنا في محضرة الليلة من أداب حملة القرآن في شرح أبيات الجزرية اليوم إن شاء الله طبعا بدأنا في الباب الأول في هذه المنظومة وهو بعنوان المقدمة يقدم لنا الإمام ابن الجزري عن هذه المنظومة ما هي عن ماذا تتحدث؟ وقد عرضنا الأبيات التي حواتها أو حواها هذا الباب فقال الإمام الجزري في مطلعه يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه ومحمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلمه مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محذر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتائئ ثا لم تكن تكتب بها هذه الأبياد سنحفظها إن شاء الله نحن نأخذ في كل محاضرة شيئا يسيرا ولدينا محاضرتان أسبوعيا السبت والثلاثاء ففي مدة نستطيع أن نحفظ البيت أو البيتين أو الثلاثة التي نأخذها كل مرة لأننا طبعا كما هو معلوم الذي سيأخذ إجازة في هذه المنظومة إن شاء الله في علم التجويد معنا هنا يجب أن يجتاز الاختبارات على كل باب في نهاية هذا الباب إن شاء الله سيكون هناك اختبار سنتيحه للجميع إن شاء الله لكن بعد ذلك ستكون طبعا الدورة أو البرنامج لأهل البرنامج الذين سجلوا واشتركوا معنا إن شاء الله وانضموا لنا وحفظوا الأبيات وتابعوا معنا في الاختبارات الدورية إلى نهايته حتى إن شاء الله ينال الإجازة في هذه المنظومة العظيمة في علم التجويد توقفنا ونحن نشرحه المرة الماضية عند سيرة الإمام بن الجزري بعدما ذكرنا اسمه ونسبه قلنا من أطراف سيرته العطرة هذا الإمام العظيم بداية سيرته تبدأ مع حج والده حج والده سنة 750 للهجرة وشرب من ماء زمزم على نية ولد عالم هذا ما ذكرناه المرة الماضية وقلنا كما قال المصرف صلى الله عليه وسلم أن زمزم لما شرب له ثم بعد ذلك وضحنا أن الإمام بن الجزري ولد في دمشق ليلة الخامس والعشرين من رمضان أي بعد عام بالضبط من دعوة أبيه في الحج من دعوة أبيه في الحج وشربه لماء زمزم على نية ولد عالم انظروا إلى استجابة الله السريعة لهذه الدعوات فلا تضيعوا أبدا فرصة للدعاء عسى الله أن يستجيب لكم وليكن دائما يعني دائما اجعلوا دعواتكم تكونوا يعني تطلبون بها العليا إذا سألتم كما قال المصرف صلى الله عليه وسلم فاسألوا الفردوس دائما دائما إذا سألتم فاسألوا الأشياء العليا من الدنيا والآخرة واعلموا أن الله عز وجل قادر على فعل كل شيء بإرادة هذا يجب أن يكون في يقين أنهى الإمام بن جزري حفظ القرآن وعمره 13 عام إذا منظروا منذ نعومة أظافره وهو ما شاء الله يعني يظهر جدا أن له مستقبل عظيم وأن له وضع عظيم ومكان عظيم في ديننا وصل بالقرآن إماما وهو ابنه 14 أو ابنه 14 عاما الإمام بن جزري أفرد القراءات أفردها أي قرأ كل قراءة على حدة على عدد من الشيوخ لا يكتفي أحدنا انظروا إلى كلمة عدد من الشيوخ لا يكتفي أحدنا أبدا بأن يقرأ وأن يأخذ إجازة مثلا أو أن ينتهي من حفظ القرآن إذا انتهيت على الشيخ كذا ارتحل واذهب إلى الشيخ الكلاني الآخر وهكذا القرآن لا يتوقف إذا استفدت وأخذت من هذا الشيخ معلومات جميلة لن تخرم من المعلومات عند الشيخ الآخر تمام وعمره 15 عاما أفرد القراءات القراءات التي نتحدث عنها الآن القراءة العشر وجمع القراءات أي قرأ ختمة كاملة بكل القراءات الفرق بين إفراد القراءات وجمع القراءات أن الإفراد تقرأ كل رواية أو قراءة على حدة لدينا عشر قراءات لعشرين رواية كل قراءة لها روايتها فأنت تفرد ختم 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 حتى تنتهي من كل ذلك أفرد ذلك ثم انتقل إلى قراءة ختمة كاملة من أولها إلى آخرها بكل القراءات التي نزلت على المصدفة صلى الله عليه وسلم على شيخه محمد بن أحمد اللبان عمره كم؟ عمره 15 عاما عمره 15 عاما لم يتوقف عند القرآن فقط ودائما ما نقول لطالب العلم إذا بدأت في طلب العلم وبدأت هذا الطريق فلا بد أن تبدأ بالقرآن هذا كان قديما هكذا إذا جاء أحد طلاب العلم يطلبون الحديث من الآئمة سألوه أولا هل أتممت حفظ القرآن؟ قال نعم يكمل معه لم يحفظ القرآن لا عد فاحفظ ثم ارجع إلينا مرة أخرى من أراد أن يبدأ طريق العلم الشرعي فيجب أن يبدأ بالقرآن أولا الإمام بن الجزري فعل ذلك بعد ذلك سمع الحديث على عدد من تلاميذ الدنياطي الإمام الدنياطي والإمام الأبرقوهي وهؤلاء من علماء الحديث والفخر ابن المخاري وغيرهم إذن لم يكتفي بالقرآن الكريم وأيضا برع في الحديث بل وأخذ الفقه عن عبد الرحيم الإسنوي وغيره وقرأ الأصول أي أصول الفقه علم أصول الفقه لدينا علم الفقه وعلم أصول الفقه وقرأ البلاغة على سعد الله القزويني وأذن له بالإفتاء انظروا إلى كلمة الإفتاء وأذن له بالإفتاء شيخ الإسلام إسماعيل ابن كثير والبلقيني وصاحب التفسير المشهور ثم بعد ذلك جلس للإقراء انظروا إلى كلمة جلس للإقراء هكذا معلم القرآن تحت قبة النسر في الجامع الأموي بدمشق هذه هي القبة التي نشير إليها بالسهم الأحمر التي جلس أسفلها الإمام بن الجزلي لمدة سنين وبنى فيها دار لتعليم القرآن سماها دار القرآن الكريم إذن يحامل القرآن وظيفتك أن تبلغ هذه الرسالة خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليس من تعلم وجلس هكذا بدون أن يعلم أحد خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم بعد ذلك الإمام بن الجزلي دخل بلاد تركيا ونزل بمدينة مرصة وهنا يعني في قصة لطيفة جدا في هذه الرحلة التي ارتح لها الإمام بن الجزلي كان في الحج وسمع من الذين هناك في الحج أنه يوجد طلاب علم في بلاد تركيا بلاد الروم كانت قديما يقال عنها بلاد الروم هي تركيا الآن هؤلاء مناهم وكل شيء لهم في الدنيا وكل أملهم في الدنيا أن يلتقوا بالإمام بن الجزلي وأن يتعلموا ويقرأوا القرآن على يده هذه هي أمنيته هذه هي أمنيته ولكن بسبب قلة المال وعدم استطاعتهم للترحال والسفر حتى يصلوا للإمام ويقرأوا عليه لم يستطيعوا أن يسافر عندما علم الإمام بذلك قال بل أنا أسافر إليهم وانظروا هو يسافر بدون أن يعيده أو بدون أن يعيده أحد بأن يأخذ أجرا مقابلا أو حتى في سفره أن يعينهم أحد على السفر فانتقل بالفعل وسافر وأخذ الطريقة ظهر إلى مشقة الطريق قديما يعني الأمر قديما لم يكن بهذا اليسر كما نحن نعيش الآن من طائرات وسيارات وسفن والانتقالات السهلة قديما كان الأمر شاقا انتقل بحرا من الأرض الحجاز من خلال البحر الأحمر إلى مصر ومن مصر إلى الأسكندرية في أسكندرية في مصر أخذ البحر وركب البحر مرة أخرى حتى وصل إلى أنطاكيا في تركيا فنزل هناك حتى يستريح نزل هناك حتى يستريح في ذلك الحين أحد الطلاب الذين قرروا يعني فاض به مشوق إلى لقيا الإمام بن الجزري وإلى القراءة عليه لما ذاع صيته وشكرته قرر لأذهبن إليه وإن لم يكن معي شيء بالفعل انتقل ووصل إلى أنطاكيا في المكان الذي فيه ابن الجزري في المسجد لم يكن هناك فنادق وإن كان هناك فنادق لم يكن معهما حتى يكون في فندق مثلا فدخل وصل مع الناس فلوحظ ولحظ عليه أهل المسجد أنه غريب فأته أحدهم وقال له أنت غريب قال نعم قال إذن أنت تبيت عندي اليوم أنت تبيت عندي اليوم ثم بعد ذلك وهو عنده يتناول طعام العشاء رجل صاحب المنزل يتحدث معه ويقول نزل عندنا اليوم في بلدتنا عالم عظيم من علماء الأمة الإسلامية هو ابن الجزري عندما سمع الطالب اسم الإمام ابن الجزري اندهل وصدم من دهشته وصدمته قال لأذهبن إليه الحين قال إن تذهب في المساء غدا لنذهب قال ولا والله لأذهبن إليه ثم ذهب إلى الإمام ابن الجزري وبمجرد أن رآه أكب على يده يقبلها ويبكي في لقية الإمام ابن الجزري الإمام عندما رأى ذلك أقرأه وجلس لإقراء هذا الطالب طالب العلم المخلص المجتهد المجد الجاد في طلب العلم ليس الذي عندما تأتي الفرصة هكذا مثلا طلب العلم جاء ليست متفرغا ليس لمزاج ليس هذا طالب العلم عندما يجد فرصة ليتعلم علما متينا أصيلا قويا مسندا معتمدا لا يضيع الفرصة أبدا يبادر أقرأه الإمام ابن الجزري حتى وصل إلى ختمة كاملة في ذلك الحين سمع بوجوده السلطان العثماني بيازيد خان في ذلك الحين أو كما يقال عنه يلدرن بيازيد باللغة التركية سمع به ماذا فعل معه أحضره سريعا عنده وأمر هكذا الجنوب أن يحضروه معززا مكرما إلى عنده فسأله لماذا جئت فعندما حكى له الإمام ابن الجزري القصة وطريق الوصول وطريق المجيء إلى هنا وأنه جاء لإقراء الطلاب الفقراء زاد ذلك من مكانة الإمام ابن الجزري في نظر السلطان فالسلطان قال له أنت أستاذ أبنائي أولا ثم بعد ذلك من شئت من أبناء المسلمين لكن لن أتركك حتى تعلم أولاده وأمر له بدار وأمر له بإستبل وسائس يعني كما نقول في عصرنا مثلا سيارة وسائق وأمر له بغاتب كل شهر غاتب كبير انظروا إلى رعظيم الإمام ابن الجزري وظل الإمام ابن الجزري في بلاد تركيا عدة سنين وألف هناك كتاب النشر في القراءات العشر وهذا الكتاب عند أهل القرآن هو ككتاب صحيح البخاري عند المحدثين كل معلومة أصيلة مسندات مسندات متصلة السند بالعلماء وبالصحب الكرام وكما نقل عن رسول الله كل هذه المعلومات الأصيلة المتقنة وهو المرجع الأصيل كتاب نشر في القراءات العشر هو كالبخاري عند أهل الحديث هذا الكتاب عند أهل القرآن كالبخاري هناك ألف هذا الكتاب بعد ذلك في الشدة التيمورية كما يقال أخذه الأمير تيمور لنك إلى بلاد ما وراء النهر بلاد ما وراء النهر إلى إيران بلاد نسبة إلى نهري سيحون أو سيحون وجيحون في هذه البلاد عام ثمانمائة وخمس من الهجرة فظل هناك هو أخذه الأمير إلى هناك مجبرا حتى يعلم هناك فأقرأ في تلك البلاد سنين واستقر به الأمر في مدينة شيراز بإيران بلاد فارس هذا هو المكان استقر به الأمر في مدينة شيراز وهناك الإمام بن جزري بعد فترة حجة سنة ثمانمائة وثلاث وعشرين للهجرة وألف في طريقه منظومة الدرة في القراءات الثلاث الدرة المضية في قراءات الثلاث المرضية هذه أو هذه المنظومة منظومة شعرية كما نعلم في القراءات من سمع بالقراءات فبالطبع سمع عن المنظومة الشاطبية والمنظومة الشاطبية نظم شعري ألفه الإمام الشاطبي ألفه الإمام الشاطبي يحوي القراءات السبع فزاد بعد ذلك الإمام بن جزري منظومة في القراءات الثلاثة المتممة للقراءات السبع حتى وصلت القراءات عشرة كلها مسندة وكلها متصلة السند متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه انظروا إلى طالب العلم وحامل القرآن الذي لا يترك وقتا يضيعه وبصراحة نحن في عصر الملهيات كثيرة طالب العلم الذي يستطيع أن يتجاوز وأن يمر منها بسلام والله أجره عند الله عظيم في ظل هذه المشتتات إذا استطعت أن تخصص وقتا بجانبي وفي ظل هذه الأشغال لك أجر عند الله عظيم هذا كان في طريق الحج ثم بعد ذلك الإمام بن جزري توفي في شراز في الخامس من ربيع الأول سنة 833 للهجرة وكانت جنازته مشهودة كانت جنازته مشهودة عالم عظيم من علماء الأمة الإسلامية تغمده الله برحمته وأسكنه فسيحة جنة هذه هي سيرة الإمام بن جزري سنأخذ هذا البيت معنا اليوم ونقف عنده إن شاء الله البيت الثاني المفردات التي فيه والفوائد ركزوا معي هناك فوائد جليلة سأذكرها الآن سأذكرها الآن فركزوا معي من فضلكم في هذا البيت يقول الإمام بن جزري الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه بعدما قال في البيت الأول يقول راجع برب سامع محمد بن جزري الشافع ماذا قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه والحمد هنا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها بمعنى عندما تجد أحدا فعل فعلا جميلا باختياره يعني إيه باختياره؟ يعني كان بيده أن يفعل هذا الأمر الجميل وكان باختياره أن لا يفعله فعندما اختار شيئا جميلا ليفعله على جهة أنك تبجل هذا العمل وتكرمه أن تتحمده من نعمة وغيرها وهذا ما سيأخذنا إلى هذه الفائدة الجميلة في اللغة الفرق بين الحمد والشكر الحمد يكون لمن أسدى إليك نعمة أو لغيرك فهو أعم من الشكر والحمد يكون على الصفات الذاتية على العلم صفة بذاته هو هو تعلم مثلا لدينا طالب مجتهد تعلم ما شاء الله ووصل إلى العلم لا أنت لن تستفد شيئا مثلا هو الذي تعلم العلم لنفسه أو صبر الصر لنفسه هذه صفة ذاتية لم ينتقل لم ينقل إليك شيء هذا معنى نعمة وغيرها هذا معنى غيرها لم تأخذ نعمة منه ولكن وجدت شيئا جميلا فحمدته عليه على الصفات الذاتية يكون الحمد ويكون على الأفعال مثل العطاء أيضا أعطى لك أحد الناس شيئا أنت تحمدهم ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل للحي العاقل للبشر يعني ولا بد أن يكون باللسان تقول بلسانك هكذا والله أنا أحمد فعلك هذا برك الله فيك أما الشكر يكون لمن أسدى إليك نعمة فقط يعني مثلا شخص تعلم شاب أو طفل وصل إلى ختم القرآن وهو في الثالثة أو في العاشرة من عمره ختم القرآن هو يستفيد به أنت تحمده لا نقول هنا شكر لأنه لم يعطيك شيئا لم يعطيك نعمة الشكر من مثلا قام بالتبرع بشيء من أعضائه لمحتاج مثلا الكليا قال رجل مثلا وجدنا مريض يحتاج إلى كلي فأحد الناس قال أنا أتبرع بها لم هذا يكون شكر وحمد أيضا لا يكون في الصفات الذاتية كما قلت الآن من تعلم لنفسي من صبر من حلم كل ذلك لنفسي ويشكر على ما يعطيه من النعم والقرآن ذكر الشكر في المواضع التي جاءت فيها النعمة أن يشكر لي ولي والديك ما اعمل آل داود شكرا ويكون باللسان والجوارح لذلك لقول دائما شكر نعمة البصر ألا تنظر إلى محرر ألا تنظر إلى محرر شكر نعمة النظأ السمع ألا تسمع محرما يغضب الله عز وجل شكر نعمة اللسان ألا تتحدث بشيء يغضب الله عز وجل الله أسدى إليك وأنعم عليك بالنعم فشكرها يكون بالجوارح لا تستخدمها فيما يغضب الله عز وجل هذا الفرق بين الحمد والشكر إذن الكلمة الأولى الحمد الكلمة الثانية وفيها فإذا جميلا كلمة صلى وصلى الله طبعا الكثير عندما يسمعون كلمة صلى صلاة يتبادر إلى ذهنهم أفعال الصلاة التي نقوم بها الصلاوات الخمس مثلا وصلاة السنن أفعالوا الصلاة الله أكبر سميع الله لمن حمده سبحانه ربيه الأعلى الصلاة هذه لكن في اللغة العربية كلمة الصلاة بمعنى الدعاء صلى أي دعا هل هنا صلى الله يعني دعا الله من سيرغل لا هنا الأمر يختلف وهذا من دقة استخدام اللغة العربية للألفاظ وثراء اللغة العربية بالمعاني في اللفظ الواحد هنا فائدة جميلة معنى الصلاة يختلف باختلاف المقترن بها يعني إيه باختلاف المقترن يعني باختلاف من صلى من الفاعل فإذا قلنا أن الصلاة من الله صلى الله أي رحم الله صلى الله على محمد أي رحم الله محمدا صلى الله عليه وسلم هذا معنى صلى الله لذلك نجد في سياق مثلا والملائكة يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله والغفور الرحيم انظروا إلى الغفران والرحمة هنا مقترم بالاستغفار وطلب المغفرة وهذا هو معنى الصلاة من الملائكة إذا صلت الملائكة مثلا عندما يأتي أحد الناس ويقول مثلا عندما يكون مثلا في أحد الناس مثلا قام بدعواته إلى الطعام فيدعو له الدعاء المأثور وصلت عليكم الملائكة صلت عليكم أهل البيت الذي قدم لك الطعام كأنك تشكره وتدعو له الملائكة لا معنى صلت عليك الملائكة هل الملائكة سدأت وتصلي عليك وتقوم بأداء الفرائد مثلا لا أي طلبت لك من الله المغفرة فالصلاة من الملائكة استغفر أما من نحن البشر عندما نقول صلى أحمد تضرع ودعا بخير يبقى فرق بين معاني الصلاة حسب المقترن بها هذه فائدة مغوية مهمة صلى الله رحم الله صلة الملائكة أي استغفرت الملائكة صلى الأدمي أي تضرع لله ودعا بخير فائدة مهمة الكلمة التي بعده كلمة على نبيه وصلى الله على نبيه أي رحم الله نبيه نبيه هذه الكلمة جاء في اشتقاقها وجهان بعض علماء اللغة قالوا أن كلمة نبي ما معناها؟ قال هي مشتقة من النبأ النبأ يعني الخبر أنبأ أي أخبر عن الله عز وجل فالنبيء النبيء كما قلتها الآن النبيء هكذا أي المخبر عن الله عز وجل أخبار السماوات والوحي الذي يأتي بخبر السماء والوحي للناس ثم بعد ذلك حصل فيها تغير صرفيه فأبدلت الهمزة يأت وأضغمت فأصبحت النبي النبي هكذا يبقى أول شيء أن أصل كلمة نبي النبأ أي الخبر بعض الناس قالوا لا بل هي مشتقة من النبوة النبوة والنبوة أي الأرض المرتفعة فالنبي معناه صاحب الرفعة يبقى قيل أن كلمة نبي مشتقة من النبأ أي الخبر وقيل أنها مشتقة من النبوة وفي قراءة الإمام نافع في رويه ورش وقالون في كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره كل ألفاظ النبوة جاءت مهموزة أي بهمزة يقول نبي أنبئاء نبيئين نبوة كل هذه الألفاظ في رواية ورش وفي رواية قالون قراءة الإمام نافع جاءت هكذا بهمزة نسبة إلى أصلها النبأ وجاء بعد ذلك في بقية الروايات كلمة النبي من النبوة أيضا يبقى هذا اشتقاقوها إذن نبيه ما هو النبي وهل هناك فرق بين النبي والرسول نعم هناك فرق بين النبي والرسول النبي هو إنسان ذكر ذكر عاقل أوحي إليه بشر وإن لم يؤمر بتبليغه وإن لم يؤمر بتبليغه هذا الإنسان الذكر العاقل الله عز وجل أوحى إليه بشر أوحى إليه بوحي من السماء افعل كذا ولا تفعل كذا مثلا ليس شرطا أن يكون مأمورا بتبليغه كنبي الله آدم لم يبلغ أحدا مثلا الوحي الذي أنزل عليه من رب السماوات أو الشرع الذي أنزل عليه من رب السماوات ففرقوا يجب أن قد يبلغ وقد لا يبلغ النبي قد يبلغ وقد لا يبلغ فهنا وإن لم يؤمر بتبليغه والرسول هو إنسان ذكر عاقل أوحي إليه بشر لكن هنا أمير بتبليغه بأشرط في الرسول أن يبلغ إذن يجب أن نذكر هذه الملحوظة في التنبيه للتفرقة حتى نلخصها النبوة أعام من الرسالة النبوة أعام من الرسالة فكل الرسول النبي ولا عكس لذلك ورد أن عدد الأنبياء بالآلاف بينما عدد الرسل بعدد أهل بك هذه للتفرقة بين النبي والرسول آخر كلمة معنا ومصطفاه المصطفى هذه الكلمة مشتقة من الصفوة والصفوة هي الخالص من كل شيء ما معنى الخالص؟ أي خلاصة الشيء وزبدته أفضل ما فيه لذلك نجد أنه جاء في الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ قال هكذا للصحب الكرام أنا سيد ولد آدم لا أقول ذلك على سبيل الكبر والفخ لذلك قال في نهاية الحديث ولا فخ إنما لأوضح لكم مكانتي بينكم هذا ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا وفيه أي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفاني من قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وفي صحيحي صححه الحاكم النيسابوري فأنا خيار من خيار أفضل الثقلين والبشر كلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هذا آخر شيء معنا في هذه المحاضرة المباركة برك الله فيكم ونفعل الله بكم يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمة رفعة منزلي جمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسنف فيه عذب المنهلي